لكن خلينا بروح للماتش النهاردة واتكلم عن جوانب الفنية عايز ألفد بس انتباه جمهور النادي الأهلي لموضوع ممكن يكون غايب شوية عن البعض هو إيه؟ حملات التشويه والضغط على اللعيبة حملات التشويه والضغط على اللعيبة خصوصاً في الفترة الأخيرة ده ليه؟ يعني ما سألتوش نفسكوا ليه؟ هم شايفين الأهلي في الفترة الأخيرة ماشي كويس ماشي كويس وبيكسب وإن شاء الله حيوصل للقمة مرة أخرى حيوصل لمكانه الطبيعي مرة أخرى فهو عايز يوقفك عايز يضغط على لعبة النادي الأهلي وعايز يخليهم تركزهم يفقدوه ليه؟ عشان النادي الأهلي المرحلة الجاية يخسر نقاط عشان النادي الأهلي الفترة اللي جاية ما يكونش مركز في الملعب عشان النادي الأهلي الفترة اللي جاية لو كسب الملشات المتأجلة حيبه فيه فرق بينه وبين المنافس خمس نقاط هم بيعملوا كل دوت عشان يبعدك انت عن الموضوع دوت عشان يبعدك انك انت ترجع للقمة مرة تانية يعني مرة نلاقي إيه؟ حملة ضد حسين الشحات مرة تانية ضد طار محمد طهر مرة تالتة ضد محمد مجدي أفشا ده بيأثر على اللعيبة؟ في بعض اللعيبة بتتأثر في بعض اللعيبة بتتأثر وخصوصا وخصوصا لما يكون الكلام ده جاي من جماهير النادي الأهلي لان انا بمحتاج الجماهير بتاعتي سواء انا مش كويس انا كويس انا محتاج دعم الجماهير بتاعتي لازم في كل مرة سواء انا كويس او مش كويس لا انا محتاج الجمهور كلمة واحدة من الجمهور ممكن تأثر فيه في الآخر خالص لما ملووش فايدة في الموضوع دوت قال لك طب احنا نروح بقى لواحد من الأعمدة الأساسية الطوال قوي نضغط عليه لان ده لو اخطأ خلاص ده مش هيتعود الخطة بتاعها مش ممكن نتعود اللي هو مين محمد الشناوي لو جات لي الفرصة ان انا اتكلم عن محمد الشناوي في في الستوديو هاخد وقت كبير جدا 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 عشان نتكلم عن محمد الشناوي طيب هو محمد الشناوي الفترة اللي فاتت دي معمول عليه حملة شرسة جدا جدا طبعا الغرض منها حاجة واحدة بس هي مش محتاجة تفسير طبعا الغرض منها انه هو كسر معنويات محمد الشناوي محمد الشناوي مهما اتكلمت عنه هو من غير انا ما اتكلم عنه الحارس نمر واحد في مصر وافريقي فالضغط الزيادة الفترة اللي فاتت حملة مغردة وعارفين الحاملة دي غرضها ايه على فكرة اللي بيقود الحاملة دي مش بيشجع النادي الاهلي هو بيحاوله هو من بره طبعا احنا عارفين مين بيحاولوا ينوجه جماهير الاهلي ان الشناوي اداء متراجع الفترة اللي فات عرف لكن كمان بيدوس على ايه ان النادي الاهلي ما عندوش جول كبير النادي الاهلي لازم يجيب حارس مرمى وانه اخطاء الشناوي فترة الاخيرة بقت كتيرة وانه مش مركز في الملعب طيب نقف واحدة واحدة بس عند الكلام ده لازم نعترف اولا ان اي لاعب اي لاعب او حارس مرمى او حارس مرمى لاعب برضه عادي بيكون له اخطاء عادي ده امر منطقي ما فيش واحد ايجابي على طول بنسبة 100% وما فيش واحد سلبي احنا بتكلم على لعب النادي الاهلي بنسبة 100% لكن هل لو لاعب اخطأ هل لو لاعب اخطأ افقده الثقة بنفسه ده مش موجود عندنا في النادي الاهلي ولا ده اللي معروف عن جماهير النادي الاهلي لكن معروف عن مين عن الجمهور المنافسين او جمهور المنافس اللي قدامك اللي عايزك تفقد الثقة وتفقد تركيزك في لعبتك اللي عايز لعبتك يفقده تركيزهم في الملعب اللي عايز يخرج لعب النادي الاهلي كلهم عن تركيزهم في الملعب الفترة اللي جاية ليه؟ عشان انت شايفك مكمل وعمل تكسب ورجعت الروح العالية ليك مرة تانية وبتكسب الأوقات الأخيرة وروح الفانيلا الحمرة موجودة الماتشات الأخيرة يقول لك انا عمليه طب اكسره ازاي دوات اعمل بقى الحملة المغرضة دي طيب انا دوري ايه؟ كجمهور نادي اهلي انا مش هقول لكم دوركم لان انا من جماهير النادي الاهلي انا دلوقتي من جماهير النادي الاهلي وانا عارف معدن جماهير النادي الاهلي الأصيلة وكل جمهور النادي الاهلي أصيل جماهير النادي الاهلي دي اللي يا ما وقفت ورانا وورا اللعيبة اللي قابلنا وورا اللعيبة اللي بعدنا وورا اللعيبة اللي جاية هي جماهير النادي الاهلي دي هي الاساس جماهير النادي الاهلي العظيمة دي هي الاساس هي السند والدعم الداعم رقم واحد لكل اللعيبة فجمهور النادي الاهلي اللي انا عرفه عنه إنه خط الدفاع الأول عن النادي الأهلي عن أي واحد يمثل النادي الأهلي هو دايماً اللي بيدعم هو دايماً اللي بيساند هو دايماً اللي بيقف ضد الحاملات المغرضة دي